ماينفعش الحصر في امتحان الانجليزي النهاردة ده وموقع شاومينج اللي يطلع ويقلق الطلبة واللي عمله ده لا ماينفعش بجد ماينفعش الطلاب اللي صوروا الامتحان بتاعهم من اول نص عمل الامتحان السلام عليكم و احسنا و اهلا بكم في فيديو جديد زي ما احنا عارفين الموضوع الحصر الصحي و تسريب امتحان للغة الانجليزية واللي اصلا ما جاش واللي انا اصلا قلت عارف ان شاومينج جات من الزلة غلط كل ده علشان تجي مشاهدات و كده وتم القبض على القدمة بتاع شاومينج يعني فازالك الناس اللي بساء منزلتوش ليه علشان اعرف ان هو مصح وتدورت صفحات الغشع مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان اللغة الانجليزية بعد مرور النص ساعة من وقت الامتحان يعني موجع شاومينج معتش حد يسدهو في اي حاجة واي حاجة صريحة هنزلها على القناة اي حاجة فيها تسريب هنزلها على القناة واضاف اشياء في تصريحات على حاجة رباط اوليالهور عبر تطبيق واتس ابا تسريب هو تداول الامتحان قبل معده مؤكدا ان الوزارة تتعقب وتعاقب كل المشاركين في اي غش جماعي واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تمكنت من ضبط لات طلاب قوموا بتصوير الامتحان و دلوا اتكلمت عنهم في اول فيديو واعدوا طلاب السنوية العامة اليوم الخميس امتحان اللغة الاجنبية الاولى من الساعة العشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بس لو انت رس جديد على القناة نزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان اي مراجعات هننزلها على القناة تقصلك اول باول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشوفكم في الفيديو جديد